عشان كده دايما انا عندي امنية انا مرة زمان قلت الكلام ده اللي استاذ محمد صبحة الله يديله الصحة يا رب قلت له عارفة استاذ انت عملتلي قلبان في حياتي في وانا طفل صغير اتفرجت بالمناسبة وقتها هنا على القناة الاولى كنت عايز وغنطت كده وقعب اتفرج على التلفزيون انا حب تول عمري المسرح وكانت ماما ربنا ديها صحة دايما تخدني توديني المسرح بحب اتفرج يعني عنديش ايه موهبة مصرحية بحب اتفرج مشاهد يا اخي حقي اتفرجت على مصرحية هاملة بطولة الاستاذ محمد صبحي لدرجة ان التغيير بقى كان ايه اللي قلت قطوله بسبب هاملة انا وقعت في حب شيكسبير وكان حظي الجيد ان امي دخلتني مدرسة محترمة كانت تدرس لي يدرس لينا في المدرسة من سنة ستة ابتدائي اظن بندرس مصرحيات للشيكسبير كان دايما عندنا مصرحية وارواية فكانت المصرحيات شيكسبير والروايات كانت شارلز ديكنز مهم يعني وده بقى بريطانيين زي محدكم عارفين يعني مهم فبالتزامن وبالتناغم اتفرج على هاملة ولاقي نفسي في المدرسة بدرس مصرحيات شيكسبير وبالوقت انا من الناس اللي وقعت بقى في حب شيكسبير زيادة عن اللزوم وديكنز بالمناسبة بس شيكسبير مصرحية فخليت بقى ايه كان بابا الله يرحمه كان في مرحلة من المراحل شغله في لندن فبكلمه ابن الطامن وشعافي وراجع امتى قال لي عايزي والله ما فازلك مني بس ده اللي انا طلبته والله العظيم بالزبط كده كان عندي وقتها 17 او 18 سنة قلت له النبي الاعمال الكاملة لويليم شيكسبير قال لي الاعمال الكاملة الكلاسيكية فانا ابويا كان دقيق جدا يعني فقلت له ايوة قال لي يا يوسف دي انجليزية قديمة قلت له بعرف اقرها زي الجن لان فيها مصطلحات ما بقتش بتستخدم دلوقتي كنا بناخد ده في المدرسة كنا ناخد المصرحية بالانجليزية القديمة يعني زي ما هي دون اي تنقيح وفعلا جاب لي المجموعة الكاملة الاعمال الكاملة لويليم شيكسبير مش مصدق طب انا هجبها لك معايا بكرة ممكن اه بكرة او بعد يعني هجبها لك هجبها لك هضلك عليها في المكتبة وقالتها وقتها بشكل كامل فهنا بالمناسبة ده جزء من التكوين الوجداني بتاع جيلي بالمناسبة واللي ساهم فيه بمنتهى القوة الاستاذ محمد صبحي الا علشان كده انا بشكر اوي المتحدة على هذا البروتوكول الف شكر حقيقي يعني